بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سلك طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات أينما كنتم وحيثما كنتم سلام الله عليكم أجمعين روى الإمام الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت به دخلت الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كن محسنا فقال الرجل كيف أعلم أني محسن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل جيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء أيها الأحبة هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على عمل واضح يتمسك به ليدخله الجنة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا واضحا مختصرا موجزا وقال له كن محسنا إذا أردت الجنة فعليك أن تكون من المحسنين فإن الله رب العالمين يحب المحسنين ويقربهم إليه فسأل الرجل عن علامة يستدل بها على إحسانه وقال كيف أكون محسنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل جيرانك إسأل جيرانك جيرانك الأقربين وجيرانك الأبعادين فإن قالوا لك إنك محسن وشهدوا بإحسانك فاعلم بأنك محسن وإن قالوا إنك مسيء وشهدوا بإساءتك وبأذيتك فأنت غير محسن فأنت مسيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال من هذا الرجل وهذا الجواب الحكيم من نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ومما يعلمنا أن المسلم يسعى دائما في حياته إلى أن يكون من المحسنين يرتقي من درجة إلى درجة ومن منزل إلى منزل حتى يصل إلى درجة الإحسان والله رب العالمين كما قال في كتابه الكريم والله يحب المحسنين والإحسان في نهايته وفي غاية معناه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك عندما يصل الإنسان إلى هذه المرتبة مرتبة المشاهدة وملاحظة الله رب العالمين في كل أعماله القلبية والكلامية والجوارحية فإنه بذلك يصل إلى درجة المحسنين الإحسان أيها الأحبة يكون في أعمال القلوب فللقلوب أعمال وهذه الأعمال كلما كانت كما يحب الله قربت الإنسان من الإحسان والإحسان يكون في الكلام فكلما كان كلام الإنسان قريبا من الإحسان اقترب بذلك من الله رب العالمين والإحسان يكون في أعمال الجوارح كلها أيها الأحبة هذا السؤال وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعوة صريحة ظاهرة إلى إحسان معاملة الجيران وإكرامهم وحسن الصلة معهم فإن الجيران لا يشهدون للإنسان بالإحسان إلا إذا أحسن إليهم ولا يشهدون له بالإساءة إلا إذا أساء إليهم وديننا كما تعرفون يهتم اهتماما خاصا بالجار ويجعل له منزلة متميزة على سائر الناس كما قال ربنا في كتابه الكريم يوصينا بالإحسان والجار ذي القربى والجار الجنب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سيجعله من الورثة ويجعل له مراثا في مراث الميت وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك هكذا أيها الأحبة يدعون الإسلام إلى إحسان معاملة الجيران وإكرامهم والكف عن أذيتهم ونعلم بأن معاملة الجار على مراتب المرتبة الأولى أن نكف الأذى عنه أن لا نؤذيها لا بقول ولا بفعل وهذا أمر واجب لأن أذى الجار بالقول أو بالفعل ذنب من الذنوب وقد يصل إلى درجة الكبائر والمرتبة الثانية أن نكرم الجار وأن نسدي إليه المعروف وأن نتعاهده بأنواع الإحسان على قدر استطاعتنا وهذا أمر مستحب وأمر جميل والمرتبة الثالثة أن نصبر على أذية الجار فإذا صدر من جارنا أذى صبرنا عليه وهذه أعلى مرتبة في التعامل مع الجيران أيها الأحبة إن الله رب العالمين جعل عباده في الأرض شهودا على بعضهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل سلجرانك فإن قالوا إنك محسد فأنت محسد وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لصحابته أنتم شهداء الله في أرضه فقد جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان جالسا مع أصحابه فمروا بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا ذكروها بخير ذكروا من حسن فعالها ومن حسن جماء أخلاقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بعد ذلك بجنازة فذكرها الناس بشر ذكروا من سوء فعلها ومن سوء أخلاقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر ما وجبت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتم الأول بخير فوجبت له الجنة وذكرتم الثانية بشر فوجبت له النار نسأل الله السلامة والعافية